نيابة عن خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهل سعود افتتح صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن نايم بن عبدالعزيز ولي العادة نايم رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرامين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة افتتح الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وذلك في جامعة طيبة بالمدينة المنورة ولدى وصول سمو ولي العهد إلى مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة كان في استقباله وزير الحج والعمرة وزير التعليم بالنيابة الدكتور محمد صالح بنتن ومدير جامعة أم القرى المشرف العام على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور بكري بن معتوق عساز ومدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي برهمين ووكلاء معهد أبحاث الحج والعمرة وتسلم سمو ولي العهد هدايا تذكارية بهذه المناسبة قدمها مدير جامعة طيبة ومدير جامعة أم القرى المشرف العام على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة اشتركوا في القناة